التطعيم بتاع الجدير المائي أو ضد الجدير المائي ليس من التطعيمات الإجبارية أو التطعيمات الإلزامية أو التطعيمات الأساسية لا هو تطعيم إضافي وبيكون على فكرة ما بين عمر سنة وسنة ونص المعلومة المهمة قوي أنه لازم يكون فيه فاصل زمني مدته شهر بين إيه بقى؟ بين التطعيم الخاص بالجدير المائي ده إذا الطفل خده يعني لأن احنا اتفقنا أنه تطعيم إضافي وبين التطعيم الثلاثي أو التطعيم ضد الثلاثي الفيروسي اللي هو الـ MMR اللي هو ضد الميزلز والمامس والروبيلة اللي هو الحزبة والتهاب الغدى النكافية والحزبة الألمانية واللي الطفل بقى لازم ياخده للأول عند عمر سنة هو الـ MMR اللي هو الإلزامي بنفوت شهر وبعدين إذا حبينا ندي تطعيم الجدير المائي زي ما اتفقنا أو ما حبيناش تمام؟ التطعيمات دي زي ما اتفقنا قلنا اسمها الثلاثي الفيروسي طيب الأطفال اللي عندهم ضعف في المناعة سواء بسبب أمراض يعني فيه أمراض بتتميز بضعف المناعة أو بسبب أدوية علاجية يعني مثلا زي ربنا يا عافي يا رب الجميع زي أدوية علاج السرطان مثلا بتضعف المناعة الأطفال دول مش المفروض ياخدوا التطعيم ضد الجدير المائي النقطة اللي عايزة أقول بعد كده عنها هي إرسال الأطفال للحضانات وتحديدا عايزة أتكلم عن الضمير ضمير الأمهات لازم الأمهات يكون عندهم ضمير ضمير في إيه؟ إنه لما يلاقوا لدهم عينين ما يبعتهمش الحضانة لأن فيه بعض الأمهات للأسف الشديد أنا بقول كده هو للأسف الشديد ما عندهمش يعني الضمير بشكل محترم أو بشكل كافي بعض الأمهات يقوم الطفل يبقى عيان خلاص؟ مش بس بقى أن الطفل ده مفروض أنه يريح في البيت وياخد علاج ويريح في البيت لا يقوم ويبعتوا الحضانة علشان مثلا منظومة اليوم أو منظومة الأسبوع ما تتهدش ده كلام غلط يا جماعة لأن الطفل ده غير أنه هو يعني بيتعب أكتر هو بيكون مصدر عدوى لعدد كبير جدا من الأطفال في الحضانة ونفس الكلام في المدارس على فكرة يعني مش بس في الحضانات تمام؟ النقطة اللي بعد كده بقول أنه فيه ضرورة أن الأمهات يقصوا أظافر الأطفال برفق على فكرة فيه في الصيدليات بيتباع مقصات خاصة للأطفال أو أصافة خاصة للأطفال وده عشان الهرش لأن في الجدير المائي الطفل بعايز يهرش جلده على طول فخلوا بالكوا أنه لو الضوافر دي مش مقصوصة بيعور نفسه لقدر الله كمان لازم نقيس حرارة الأطفال المصابين من مرتين لتلات مرات يوميا يعني خلال اليوم طوال فترة المرض برضو عايزة نبه حضراتكم أن فيه فروق مهمة جدا بين الجدير المائي والأرتكارية لأن الاتنين فيهم طفح جلدي وهم شبه بعض لكن فيه فوارق مهمة أوي خلوا بالكوا بقى منه الجدير المائي بيظهر على البطن والضهر أكتر يعني أكتر من الأطراف الأرتكارية العكس تظهر أكتر على مناطق الجسم المكشوفة زي الرقبة والإيدين والرجلين طيب إيه تاني من الفروقات؟ الجدير المائي بيظهر في فروة الراس والأخشية المخاطية داخل الفم الأرتكارية لا تظهر أبدا في الأماكن دي إيه تاني؟ الجدير المائي بيكون معه ارتفاع في درجة الحرارة الأرتكارية من غير درجة حرارة ما بيبقاش معه ارتفاع وأخيرا الجدير المائي يصب به الطفل مرة واحدة في عمره إنما الأطفال اللي عندهم ارتكارية الإصابة بتبقى متكررة في علاج الجدير المائي بيبقى ممنوع أن احنا نستخدم الأسبرين وممنوع أن احنا نستخدم الكورتيزون وممنوع يعني الأسبرين أو أي أدوية فيها مادة السالسلات لكن الأدوية اللي بتكون مستخدمة هي بتكون مخفضات الحرارة طبعا بإشراف طبي وفي بعض الدول زي الولايات المتحدة مثلا ابتدوا يعملوا مركبات من دقيق الشفان دقيق الشفان بتاع الأكيدة بتدوا يعملوا منه مركبات دوائية يتحطى على الجلد عشان يهدوا حالة الحكة أو الهرشة اللي تبقى في الجلد تمام؟ كمان الكريمات بتاعت الجلد اللي هي من مضادات الهستامين بتستخدم فيه دواء مضادة على فكرة للفيروسات دواء محدد يعني مش كل الحالات بتحتاجه لكن شرط استخدامه بيبقى في أول 24 ساعة من ظهور الأعراض بس بيكون مفيد في الحالات اللي عندهم ربو شعبي أو إجزيمة أو في حالات الإصابة عند المراهقين